إذا وسع الحوثيون من نطاق هجماتهم على سفن أشرحاً فأضمن بأنه سيكون هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة هم يهددون التجارة العالمية في مضيق باب المندب بالفعل والآن هم يحاولون أن يقولوا بأنهم بإمكانهم ضرب مسارات أخرى حول رأس الرجاء الصالح وهو المسار البديل من أجل تجنب البحر الأحمر فأعتقد بأن هذا تهديد كبير إذا نفذوه وإذا أطلقوا بالفعل على السفن التي تسلك هذا المسار البديل فإن الولايات المتحدة وشركائها ليس الولايات المتحدة وحسب إنما شركائها كذلك على وجه الخصوص المملكة المتحدة سيكون هناك تصعيد كبير لأن الحوثيين رغم أنني لم أعود إلى واشنطن وإنما سأعود خلال أسبوعين أو أقل فإن واشنطن تغلي حيال الحوثيين هي تغلي في حالة غليان هناك الكثير من الدعاوة لتصعيد أكبر ضد الحوثيين ليشمل ذلك قوات برية ربما ليست قوات أمريكية ولكن قوات أخرى داعمة طلبوا من الحكومة اليمنية أو السعودية قوات عربية الحوثيون لن يسمى لهم بأن يهددوا التجارة العالمية وطريقة سيرها هذا لن يسمح له بأن يحدث بإمكاني أن أؤكد لك على ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر